نتحدث أكثر ميسا عن التحركات في الأسواق العالمية في الستوديو ينضم إلينا وإلحماد مدير تجاري دولي في XX.com أهلا بك وإلحا نتحدث عن التطورات الأخيرة التي كنا شاهدناها في الأسواق وتحديدا ربما الأبرز لأننا نزل نتحدث عن موضوع معدل رفع الفائدة الآن محذر الفدرالي برأيك الذي ترقبه الأسواق ماذا نتوقعها نتوقع نبرة مختلفة أم ذاتها مثل ما لا تزال تسعر السوق فعليا بالفعل اليوم محضر الفدرالي تحت الأنظار من جديد وخاصة شفنا كان الاجتماع الفدرالي المرة الماضية كان وضع السوق في حالة عدم يقين مرة أخرى بالنسبة لمعدلات رفع الفائدة يعني هو ثبت معدل الفائدة وتوقف عن الرفع ولكن أعطى إشارة للأسواق أنه ما يزال مستمر في التشديد واليوم السوق يسعر رفع لرفعين قادمين ربما في الاجتماعات القادمة يعني اليوم بدنا نشوف طبعا ننظر بإشارات أكثر في هذا المحضر كيف كان النقاش كيف كان القرار كيف تم اتخاذه وتوقعات الأعضاء بالنسبة للمرحلة القادمة بالنسبة لرفع أسعار الفائدة يعني اليوم بالتأكيد ما زال السوق يعني إذا ما ناخد بعين الأتبار المحضر والاجتماع الماضي ما زال السوق في حالة عدم يقين بالنسبة لرفع أسعار الفائدة ومع ذلك نحن شفنا تأثيره على الأسواق ربما بدأ بالتلاشي حالة عدم اليقين يعني اليوم نشوف المؤشرات كلياتة عم ترتفع بشكل يعني ممكن يعني غريب بالنسبة للعوامل الموجودة وهذا الملفت وائل يعني إحنا انتهينا من النصف الأول تقريبا مع مكاسب قياسية يعني المؤشرات الأمريكية عم بتواصل لأعلى مستوياتها تقريبا 35% تقريبا بالزابط يعني هو كأنه عم تستفعد الأسواق فكرة عملية الدخول بركود من جديد يعني هل النصف الثاني ممكن تبدأ الأسواق تشعر بحدوث الركود بشكل أكبر برأيك يعني هلأ نحن كنا طالما كنا نتحدث عن موضوع الركود من النصف يعني تقريبا الربع الأخير من العام الماضي ودخلنا العام الحالي أيضا على نفس التوقعات وعنفس المعنويات ولكن ربما يمكن الشركات أظهرت مرونة كبيرة وخاصة بالنسبة للمديرين التنفيذيين خلينا نقول بالنسبة للمرحلة الحالية يعني نحن نشوف تقليل النفقات التي نتلافع التأثير على الهوامش الربحية دائما في كل ربع نشوف طبعا الأسواق ننوه أنه الأسبوع القادم نحن على موعد ببدء يعني إعلان نتائج الشركات طبعا هذا سيكون له عامل كثير كبير بالنسبة لرسم توقعات المستثمرين بالنسبة للتكنولوجيا بالتأكيد بالتأكيد وشوفنا الارتفاعات الأخيرة كانت عم تقودة أسهم التكنولوجيا وطبعا الموضوع الذكاء الصناعي والعامل نحن نشوفه التكنولوجيا الجديدة اللي عم تدخل فهي كلها كانت عم تأثر على المؤشرات بشكل عام ولكن بالأسبوعين الماضيين رأينا أنه في مشاركة أكثر من الشركات الأخرى غير قطاع التكنولوجيا بالنسبة لـ S&P 500 يعني شفنا بالأسبوعين الماضيين رتفعت نسبة المشاركة وهذا عم يعطينا انطباع أنه ربما هاي الزخم ربما يستمر الشراء في الفترة القادمة ولكن موضوع العامل للشركات والنتائج المالية للشركات بالتأكيد رح نضل عم نراقبه ورح نشوف مدى تأثر الشركات بالنسبة لرفع الفوائد وبالنسبة لأيضا الحالة عدم اليقين اللي نحن نشوفها بالنسبة للتوقعات الأرباح المستقبلية وبالنسبة للنتائج الحالية للنسبة للربع الأخير يعني الآن ربما أنت تحدثنا عن الأصول المستثمر مثلما كنت تشير ربما شهية المخاطرة التي عادت وشاهدناها بشكل واضح ولكن بالنسبة للأصول التي شهدنا عليها مثل الدولار في وقت سابق الآن نعود ونشهد بعض الحركة الأفقية تحديدا سواء الدولار وحتى الذهب يعني فعليا بعد أن كسرنا حاجز الألفين هذه التوجهات برأيك يعني وائل إلى أي مدى ربما سوف تستمر لغاية وضوح الرؤية سواء على مستوى التوقعات الاقتصاد وحتى بالنسبة للسياسة النقدية الفدرالية يعني بالتأكيد أنا بشوف اليوم يعني بعد هذه الارتفاعات اللي شفناها على المؤشرات ربما يعود يعني تقييم درجة المخاطرة بالنسبة أيضا نحن عم نشوف عوائد السندات يعني خاصة قصيرة الأجل اليوم عم نشوفها يعني ممكن عم تعطي عائد أو عم تعطي انطباع للمستثمر أنه قد يكون هناك في مع بدء يعني ممكن تراجع ممكن تكون المؤشرات قد أصبحت أنه تشبعت المراكز الشرائية وربما يكون هناك حالة لجني الأرباح وبالنسبة للعوامل اللي ذكرناها ممكن تأثر رفع أسعار الفائدة نتائج الشركات إذا ما أجت مغايرة أو على غير المتوقع بالنسبة للول ستريت فربما تؤدي إلى أنه عودة المستثمر لتقييم موضوع الدخول إلى السندات وهذا طبعا بالتأكيد السندات نحن نعرف علاقتها مع الأصول اللي ذكرتها حضرتك بالنسبة للدولار بالنسبة للدهب ورح نشوف انعكاسها على وتحرك تحرك الأصلين أو الأصول الأخرى اللي بترتبط ارتباط وثيق بالنسبة للسندات رح نشوف تحركاتها ولكن بالفترة الماضية شفنا غياب كثير محفزات بالنسبة للدولار أو الدهب كان يتحركوا بنطاق عرضي أو ربما الدهب ارتد من مستويات 1900 كان تحرك فني اليوم نشوفه بعحارة عدم اليقين الموجودة ربما مع بعض الإشارات الاقتصادية وبعض الأرقام الاقتصادية رح نشوف تحركه نحن عنا جمعة بيانات التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية رح تلعب دور كتير كبير أيضا تعطينا توقع بالنسبة للفدرالي الذي ترك الباب مفتوح أمام كل الخيارات مقابل ذلك النفط اليوم أيضا نحن أمام نظرة منتظرة لتحركات أسعار النفط وإلا رغم القرارات التي سمعناها من السعودية وكذلك روسيا بعملية خفض مستمرة لشهر أغسطس لكن ما شفنا تفاعل قوي تحديدا بجلسة يوم أمس يمكن هل بسبب غياب الأسواق الأمريكية برأيك حدث هذا التفاعل البسيط واليوم ممكن تستكمل الأسعار رحلتها أم رح يكون في أيضا بيانات ممكن تصدرها الدول المصدرة تشكل عامل محفز للأسعار أنا أعتقد بموضوع التدخل أوبيك أصبح إذا شفنا بالأشهر الماضية تقريبا كل شهر نشوف تدخل وهذا الشيء طبعا استباقي وبنفس الوقت عم يؤدي لربما حماية أسعار النفط من التراجعات لأنه إذا شفنا العوامل الموجودة اليوم في عنا نظرة قاتمة بالنسبة أو مش قاتمة ما من نكون متشائمين ولكن النظرة بالنسبة لإقتصاد الصيني اليوم تحدثت عن البيانات عم نشوف أن الإقتصاد الصيني عم يفقد الزخم أيضا بأوروبا هناك في توقعات بتراجع الطلب ولكن بالنسبة للخفض اللي عم نشوفه بالنسبة لأعضاء أوبيك وأوبيك بلس نحن عم نشوف بالطرف المغير بالنسبة للمنتجين اللي خارج أوبيك هناك في زيادة بالمعروض أو في زيادة بالإنتاج يعني الولايات المتحدة الأمريكية كندا النرويج أيضا الصين يعني رفعت من إنتاجها بالنسبة للإنتاج النفطي فكل الدول اللي خارج أوبيك ربما عم تعادل موضوع العرض أو المعروض اللي عم تقوم في أوبيك وأوبيك بلس فهذا الشيء عم يعطي توازن للسوق نوعا ما وبالنسبة أيضا شفنا الدولار يعني تراجع يمكن أعطى شوية يعني مجال للنفط أنه يستقر عند هذه الأرقام بدي يظل العامل الأساسي هو الطلب في الفترة القادمة إذن من الصين هذا والأرقام الاقتصادية طبعا هذول هن رح يأثروا بشكل كتير كبير على النفط نشكرك وائل حماد المدير التجاري الدول في اكس اس دوت كوم لكن ما زلنا عم نراقب طبعا رندغة آخر التطورات المتعلقة بمنظمة أوبيك وندوة دولية تعقد الآن يمكن لمناقشة العديد من تحديات الأسواق